بكل تأكيد كلنا بتابعين اللي بيحصل في العالم وعارفين كويس جداً أنه ما فيش دولة ما تأثرتش بالأزمة الاقتصادية بشكل أو بآخر بس المهم إزاي الدولة دي بتتعامل مع هذه الأزمة إزاي يكون عندها تحركات استباقية خطة مدروسة عشان تتجاوز أي تأثيرات سلبية هو ده بالزبط اللي بيحصل في مصر دائماً بنحاول نحن نسبق بخطوة عشان تكون الرؤية واضحة عشان يكون عندنا كمان حلول لأي مشكلة ممكن توجهنا هدير صحيح يعني من ضمن الخطوات دي هو لا يحصل النهاردة بإذن الله في مجلس الوزراء الحكومة أعلنت عن أنه هيكون في مؤتمر صعفي عالمي هتعلن فيه عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وإيه هي الخطط اللي بتعملها علشان جذب مزيد من الاستثمارات سواء الاستثمارات المحلية أو كمان الأجنبية وطبعاً المؤتمر ده هيوضح شوية تفاصيل إيه الإجراءات الاستباقية اللي الدولة خدتها بالفعل إيه الخطوات اللي الدولة هتعملها الفترة اللي جاي علشان تقلل اتداعيات والتأثيرات السلبية لهذه الأزمة طبعاً ده تنفيذاً لتكلفات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية واللي كلف فيها الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والعمل على جذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة وكمان التطوير العقار صحيح وبالنسبة بقى لمسألة الإجراءات اللي الدولة اشتغلت عليها فكان الحقيقة بيشتغلوا على جزئين جزء ليه علاقة بالإجراءات المالية والجزء التاني ليه علاقة بجذب الاستثمارات ومسألة العمل على انتعاش الاقتصاد سواء لو احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الجزء المالي فطبعاً يعني أعتقد أنه كلنا فاكرين كلام سيادة الرئيس لما وجه بتخصيص 135 مليار جنيه لتخفيف أثار الأزمة العالمية على المواطن المصري وحينه ده الترجم بشكل كبير في مسألة تحسين الأجور والمعاشات وأيضاً العلوات وخلافه وتم تطبيق ده بالفعل من شهر إبريل اللي فت ده جانب أما بالنسبة للجانب الآخر بالنسبة طبعاً الإجراءات الخاصة بالاستثمار فعندنا إجراءات كتيرة جداً يعني زي تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي وده من خلال حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية ده غير أنه رئيس الوزراء قال أنه هيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمري بتأكيد وكمان يتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزراء والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية دي والشغل على مسألة الترخيص بقى المختلفة وتفاصيل تانية كتير الحقيقة النهاردة إن شاء الله حيتم الإعلانة عنها وعن كل الإجراءات الأكثر أهمية في المؤتمر نصبح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مرحب